أخذنا حلقة عنوانها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة سجلت لنا الكاميرا مواقف نادرة من تعامل الإنسان مع الأم مواقف مؤثرة جدا في القلب تشرفنا واستعرضناها سويا في الحلقة المخصصة لذلك أخذنا حلقة عنوانها خليك زوء وأخذنا فيها مقطع لطيف للأستاذ الكبير المرحوم الشيخ علي المنصورة وهو بيقول خليك زوء خليك محمدي أخذنا حلقة عنوانها من اعتاد القلق لا يثق فاصبروا على الناس أخذنا حلقة عنوانها معظم النار من مستصغر الشرر ما تستهونش بكلمة قد تجرح إنسان أو تسيء إلى إنسان أو تؤذي إنسان أو كلمة تهين وقد تقتل إنسان لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا أخذنا حلقة عنوانها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لما سجلته لنا الكاميرا من مواقف نادرة في إطعام الطعام ليس فقط بين بني الإنسان بل بين الإنسان وبين كائنات أخرى تفنن الإنسان في تقديم الطعام لكافة أجناس الوجود وكيف أن هذا من صلب الشريعة ولذلك اخترنا الآية الكريمة عنوانا للحلقة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إيه اللي خل الإنسان يصنع هذا إلا الحب الذي يصنع الحياة اتكلمنا عن إقالة العثرات والتغاضي عن الخطأ والصبر على تربية الإنسان والتفرق بين الخطأ العابر القابل للإصلاح وبين الفساد الذي يتم التعامل معه بمقتضى القانون خذنا حلقة عنوانها خليك منظم ومتقن لأن الإتقان هو قانون الكون في كافة صور الحياة من حولنا خذنا حلقة عنوانها أخرج من الوهم إلى نور الحقيقة اوعى تتوهم اوعى تعيش في الوهم وتقلب الحقيقة وتعاند في رد الحق إلى أصحابه أيها السادة الكرام كانت هذه بعض المحطات البارزة التي توقفنا عندها والروح السارية والقانون الكل المحرك لكل ذلك هو الحب لا يمكن للإنسان أن يعيش ولا أن يرتقي ولا أن يتحضر ولا أن يتمدن ولا أن يبدع ولا أن يتعبد ولا أن يتقرب إلى الله ولا أن يذكر الله إلا بمعنى الحب الذي يشيع منه إلى كل شيء في الوجود فيبر الأب والأم لأن الحب يوجد ذلك يعتني الجيل الكبير بالجيل الصغير لأن الحب يوجد ذلك يتخلق بالذوق لأن الحب هو الذي يساعد على ذلك يتعلق بقارئ كبير فيقلده ويحبه لأن الحب هو الذي يصنع ذلك الحب هو الحياة أحبوا معنى الحب فتشوا عنه في كل شيء تعاملوا به مع كل شيء وفي ختام المطاف أرجو أن أكون قد دققت ناقوس أي قزت عقول أن أكون عملت حالة انتباه أن يكون هناك تيار كهربة سرى إلى الإنسان من مقطع مؤثر رآه فإذا به يشعر بأنه فاء فجأة خد قرار من بكرة يتخلق بهذا الجمال أشيعوا بينكم هذه المعاني خصوصا مع روحانية شهر رمضان وأيامه المباركات التي عشناها حتى آل بن الأمر إلى مسك الختام في عيد الفطر المبارك في يوم الفرح والسعادة والسرور في يوم استجابة الدعوات في يوم إتمام عدة شهر رمضان المعظم في ختام القول لكم مني أطيب التحية والتقدير وأرجو أن أكون قد أدخلت على حضراتكم لحظات سعادة وإفادة وسرور وجرعة روحانية ونفس من الحكمة وقبس من البصيرة أرجو أن أكون قد تشرفت بتقديم ذلك لكم مني منتهى التحية